السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد في الحصة السابقة كان موضوعنا عن مستويات الفهم أما اليوم فنتعرف على أسئلة تكون حول هذه أو على هذه المستويات نسترجع ما أخذناه بالأمس في البداية الأهداف أهداف الدرس كما تكلمنا الحصة الماضية والتي قبلها قلنا أن عندنا أهداف تحديد مستويات الفهم وتعرفنا عليها في الحصة الماضية أما اليوم فنريد أن نتعرف على طريقة طرح أسئلة تمثل هذه المستويات وتكون هذه المستويات المختلفة عند قراءة أي نص تكون الأسئلة مناسبة لهذه المستويات نسترجع ما أخذناه تكلمنا عن الفهم الحرفي وقلنا أن الفهم الحرفي هو موجه تجاه الصطور أي نحو الصطور فالقارئ يقرأ هذه الصطور ويدرك ما فيها من معاني سواء كانت معاني الألفاظ معجمية واصطلاحية وكذلك سياقية ويتعرف كذلك على طريقة النطق بها وربطها بالأصوات كذلك يستطيع القارئ أن يدرك ترتيب الأحداث الموجودة في هذا الكلام الذي يقرأه أو في هذا النص الذي يقرأه ترتيب الأحداث وترتيب الشخصيات كذلك يستطيع أن يحدد الأفكار الرئيسة والجزئية ويميز بين الحقيقة والمجاز كذلك يتعرف على أثر التركيب النحوي وتكلمنا عن هذا وركزنا عليه وقلنا أن النحو يخدم المعنى ولذلك إذا استطاع أن يعرف أثر التركيب النحوي في الجملة على تلك الكلمات استطاع أن يعرف دور كل كلمة في هذه الجملة ودورها معنوي كما عرفنا وبالتالي هو يعرف معنى الجملة كذلك يتعرف على الروابط الموجودة عندنا بين الجمل والفقرات وقلنا أن جل هذه الروابط هي روابط اسلوبية وكذلك بلغية ثم أخيرا قلنا يتعرف على طريقة تنظيم النص وهذا مهم جدا عندما تكلمنا سابقا عن أنماط تنظيم النص لأن التعرف عليها ومعرفة كيف رتب الكاتب هذا النص يعيننا كثيرا على فهم هذا النص أي فهمه حرفيا أي فهم هذه السطر أما المستوى الآخر وهو المستوى الأعلى منه ويأتي بعده أي أن الإنسان يقرأ حرفيا ويفهم حرفيا ثم يفهم بعد ذلك في الفهم التفكيكي التحليلي التفسيري أي أنه هو ما بين السطور فالمعنى ليس مذكور في النص صراحة لكن هذا المعنى هو يستنبط ويستخرج ويفهم من السياق ولذلك ذكرنا أن القارئ يربط بين المعاني ويستطيع أن يستخرج العلاقات بين الأفكار هو يتنبأ بالأحداث مجملا هو كذلك يفهم المعاني الضمنية التي لم يصرح بها لكنها مفهومة من الكلام كذلك هو يستطيع أن يحلل الشخصيات وعواطفها كذلك هو أيضا يكون قادرا على أن يعرف آراء الكاتب وأفكاره وإن كانت تلك الآراء لم تذكر صراحة لكنها هي مفهومة من هذا النص وكذلك يستطيع أن يستخرج الفوائد والعبارة من هذا النص الذي قرأه وقلنا أن هذه المسألة وهذه الفكرة وهذه القضية مهمة جدا كذلك الفهم النقدي وهو فهم ما وراء السطور تحدثنا عنه وذكرنا أن له عدة مهارات أهم مهاراته أن القارئ هنا يستطيع من خلال الفهم النقدي أن يحكم على النص أن يبين لنا أحكاما يصدرها على هذا النص على أسلوبه وألفاظه ومعانيه وتراكيبه كذلك يستطيع أن يحكم على هذه الحجج والأدلة التي أوردها هذا الكاتب أيضا في المستوى النقدي في الفهم النقدي يستطيع القارئ أن يميز بين الحقائق والآراء يستطيع أن يحدد مستوى الدقة العلمية في هذا النص الذي يقرأه كذلك هو يستطيع أن يعرف أو يستطيع أن يكتشف التحييز الموجود في النص إذا كان هناك تحييز أو أن الكاتب محايد في هذه الآراء التي يذكرها كذلك إلى آخر من المهارات فكلها تكلمنا عنها سابقا وقلنا من المهم جدا عندنا أن يستطيع القارئ أن يكتشف توجهات الكاتب وأهدافه كذلك أن يبدي رأيه وهذا مهم جدا عندنا في الفهم النقدي القارئ يبدي رأيه في النص يبدي رأيه في الأفكار والأسلوب ومواطن القوة والضعف نحن قلنا ليس معنى النقد أنه ينتقص من النص بل هو يكتشف ما فيه من جودة وإحكام وضعف وتفكك وغير من الأشياء التي توصف بها النصوص أما المستوى الأخير وهو الأعلى من مستويات الفهم ألا وهو الفهم الإبداعي وهو خارج الصطور قلنا في الفهم الإبداعي هنا القارئ يستطيع التنبؤ بالأحداث بناء على مقدمات معينة هو يرتبها في هذا النص يكتشفها فيصل إلى تلك الأحداث بالتفصيل أيضا هو يستطيع أن يتنبأ بالنهاية أي نهاية هذه القصة وقلنا من المهم جدا أن يكون القارئ قادرا على اقتراح عنوان جديد للنص وقلنا أن هذا مما يسأل عنه دائما القراء وخاصة الطلاب في اختبارات تحديد مستوى اللغة يسألون فيقال لهم ضعوا عنوانا مناسبا أو اختاروا عنوانا مناسبا لهذا النص أو لهذه الفقرة هنا إذا استطاع أن يختار عنوانا جديدا مناسبا معنى هذا أنه وصل إلى هذا المستوى العالي من الفهم ألو هو المستوى الفهم الإبداعي كذلك القارئ في هذا المستوى يستطيع أن يقدم حلولا جديدة ويقترح كذلك هو يستطيع أن يستفيد من النص في حل مشكلات قد تجابهه مستقبلا كذلك هو في هذا النص يستطيع من خلاله أن يكتب نصا موازية مقالة أو كتابا في هذه المقالة وفي هذه الكتاب يكتب كل آراء في هذا النص يحلله ينقضه أو يؤيده أو يبني عليه وهذا مهم جدا كذلك قد يكون هذا النص مفتاحا للقارئ أي أن القارئ في القراءة الإبداعية لما قرأ النص واستطاع أن يفهمه حرفيا وأن يحلله واستطاع أن يتبين مواطن القوة والضعف فيه وجد فكرة هذه الفكرة أضاءت له طريقا فاستطاع أن يكتب بحثا أو يكتب مقالا أو تكون هذه الفكرة الصغيرة هي مشروع كبير جدا يستطيع أن يطبقه في جوانب حياته هنا نقول أن القارئ استطاع أن يوظف هذا النص توظيفا مناسبا له في كتاباته وكذلك في حياته أما موضوعنا اليوم فهو يتكلم عن أسئلات الفهم هذه المستويات التي تكلمنا عنها المستوى الحرفي والمستوى التحليلي والمستوى النقدي وحتى المستوى الإبداعي هناك أسئلة يتساءل بها القارئ أثناء قراءته وهذه الأسئلة تحدد تكون إجاباتها وهي محددة لمستوى الفهم الذي استطاع أن يدركه هذا القارئ أسئلة الفهم الحرفي دائما تتعلق بظاهر النص ومنطوقه منطوقة أي عندما أقرأ النص سواء قراءة صامتة أو جهرية قراءتي له لها دلالة الدلالة قد تكون معجمية أو استلاحية أو سياقية أستطيع أن أتعرف على الأفكار الرئيسة والجانبية فما ذكر صراحة في النص دائما نسأل عنه حرفيا إذن أسئلة الفهم الحرفي إجاباتها مذكورة صراحة في النص الإجابة مذكورة كما قلنا صراحة في النص أنت تسأل عن شيء موجود فتختبر مدى إحاطتك بهذا الشيء أو أن الطالب أو القارئ يختبر في هذا المستوى فيسأل سؤالا إجابته موجودة في النص هنا نسأله حتى نتعرف على مستواه في مستوى الفهم القراءي كذلك إجابة القارئ هنا إما أن تكون صحيحة أو لا أي أن الإجابة إما أن تكون بالفعل هي موجودة في النص أو أنه أجاب خلاف ما هو موجود في النص فتكون صحيحة أو خاطئة أما المستوى الآخر ألو هو الفهم التحليلي فعندنا أسئلة عليه هذه الأسئلة تتعلق بعمق النص نحن قلنا هي قراءة عندما نقرأ وعندما نفهم الفهم التحليلي التفسيري التفكيكي نحن نتعمق داخل النص ونستنبط أشياء ونستخرج أشياء غير ظاهرة على السطح لأننا نستخرج تلك المعاني وتلك الأفكار من بين السطور ولذلك أن تتغوص في أعماق النص فهذه الأسئلة تتعلق بعمق النص ومفهومه المستوى الحرفي تتعلق الأسئلة بمنطوقه أي مذكورة في النص أما هنا لا هي تفهم وتدرك من النص كذلك الإجابة ليست مذكورة صراحة من النص لكن المجيب أي القارئ يستطيع أن يستدل بكلام من النص فهو يقول أن الكاتب ذكر كذا وكذا وكذا معنى هذا هذا يدل يترتب على هذا فيأتي بالفكرة التي استنبطها من عمق النص هنا لا توجد إجابة خاطئة إنما هي استنتاجات استنباطات قد يكون استنتاج القارئ بعيد جدا أو قد يكون قريب أو هو قد أصاب كبد الحقيقة إذن هذه أسئلة الفهم التحليلي أسئلة الفهم النقدي والإبداعي هذه الأسئلة نحن قلنا في الفهم النقدي هذا المستوى القارئ يحكم على النص على محتوى على أفكاره على أسلوبه على لغته على تنظيمه أيضا القارئ هنا يستطيع أن يميز الخيالات الموجودة يميز الأفكار الموجودة فيصدر الأحكام ولذلك هنا الأسئلة تتعلق بالنواحي الجمالية خاصة في علم البلاغة سواء في المحسنات أو حتى في البيان من خيالة وتشبيهات وغيرها كذلك تتعلق بالنواحي المنطقية السبب هو عندها أفكار ما مستوى الدقة في هذه الأفكار هذه الأفكار هل هي حقائق أمارا هذه الأفكار هل مقدماتها أوصلت إلى استنتاجات صحيحة أما أن الكاتب بدأ بمقدمات مشوشة أو خاطئة فوصل إلى استنتاجات خاطئة فهذا نحكم عليه دائما في الأسلوب أو الطريقة المنطقية التي اتبعها هذا الكاتب ولذلك أسئلة الفهم النقدي تتعلق بالنواحي الجمالية والمنطقية أو العلمية أي المادة العلمية التي ذكرها في النص هل المادة هي صحيحة أم أنها خلاف الصحيح أم أنه خلط في بعض الأمور أم أنه استدل بدليل لا يثبت حجته التي ذكرها وأوردها هنا أيضا أسئلة الفهم النقدي تتعلق بما يحمله أي ما يحمل هذا النص من حقائق وآراء شخصية ويتكلم نعن الحقيقة والرأي والتفريق بينهما ولذلك الأسئلة دائما تأتي هنا فيسأل أو يسأل القارئ أو يسأل القارئ حتى يحدد مستواه هل هذا رأي أم حقيقة الذي ذكره الكاتب في الفقرة الفلانية أو في النص الفلاني كذلك وما يمكن أن يبدعه القارئ كتكملة للنص هذا يتعلق بالفهم ألا إبداعي قد تسأل في سؤال ما يراد منك أو يراد أن يحدد مستواك فيقال لك كيف تستفيد من هذا النص في حل مشكلة مواجهتك أو كيف تستطيع أو استخرج لنا أو اكتب لنا موضوعا تستطيع أن تكتبه من خلال فهمك لهذا النص هنا أن توظفت هذا النص واستطعت أن تبدع نص موازيا أو تكملة للنص ولذلك قد تسأل بقصة فيذكر لك بداية القصة فإذا وصل الكاتب في القصة إلى لحظة العقدة بعد ذلك يطلب منك أن تكتب باقي القصة أي أن تختم القصة هنا هو يطلب منك أن تبدع إذن هو يسألك عن المستوى الإبداعي هنا الأسئلة تعتمد الإجابة فيها على ثقافة القارئ وخبرته بموضوع النص وهذا مر معنا عندما تكلمنا عن القارئ وقلنا أن ثقافة القارئ لها دور في فهم النص وقلنا أن القارئ أو أن المعاني في النص المعنى في النص موجود في النص ذاته في معلوماته وكذلك في معلوماته وعند القارئ عنده معلومات فتفاعله مع النص يبرز له هذه المعاني الموجودة في النص الذي يقرأه عندما ننظر إلى السؤال الموجود عندنا في الكتاب فقرة ألف الفروق الأساسية بين مستويات الفهم ذكروا لنا تحديد أفكار النص وأجابوا أنها تتعلق بالفهم الحرفي إذن الأسئلة أو المستوى الذي يتكلم عن تحديد أفكار النص هو مستوى الفهم الحرفي سرد معلومات النص كذكرها كذلك هي موجودة عندنا في الفهم الحرفي تجاوز معلومات النص أي أنك تستنبض تستخرج شيء لم يذكر هذا هو المستوى التحليلي التفسيري شرح معلومات النص أن تشرحها وتفصلها وتبينها كذلك هي موجودة في الفهم التحليلي الخروج من دائرة النص هذا موجود عندنا في الفهم الإبداعي توظيف معلومات القارئ هذا موجود عندنا في الفهم النقدي أي أنه يستطيع أن يحكم على النص من خلال ثقافته ومعرفته وقدرته اللغوية والأسلوبية والبلاغية والعلمية كذلك في هذا المجال الحكم على معلومات النص ذكرنا أن هذا هو يكون في الفهم النقدي ننظر الآن إلى هذا النص الموجود عندنا في الكتاب نريد أن نطبق عليه أو نطبق على جزء منه تقرأ النص أنت وتتأمله هو عبارة عن حكاية حصلت في عهد عمر بن عبد العزيز في عهد الدولة الأموية هنا حددت لنا مستويات أولا المستوى الفهم الحرفي وعليه مجموعة من الأسئلة لاحظ أن الفهم الحرفي السؤال إجابته موجود حرفيا في النص ولذلك هنا من الخليفة الذي أتته الوفود في هذه القصة هو مذكور عمر بن عبد العزيز موجود من النص من أي مكان حضر هذا الوفد كذلك ذكر أنهم وفد الحجاز إذن حضروا من الحجاز من الذي تكلم نيابة عن هذا الوفد أيضا ذكروا أنه صبي صغير ما رد الخليفة على الصبي بعد كلامه الرد مذكور صراحة في النص ليتكلم عندما تكلم الصبي قال صدقت فرد عليه بقوله صدقت أما في المستوى التحليلي لن تجد الإجابات صراحة في النص إنما أنت تستنبطها فنلاحظ مثلا ما الصفات التي تميز بها هذا الصبي تميز الجرأة الجرأة غير موجودة هنا الفصاحة كلمة الفصاحة غير موجودة البلاغة كلمة البلاغة غير موجودة في النص حسن الأدب أيضا غير موجودة وربما كذلك أنت تستطيع أن تصف الصبي بصفات أخر هذه الصفات تستنتجها تستنبطها من هذه الأسطر القليلة تحلل شخصية هذا الصبي وتحلل شخصية عمر بن عبد العزيز في هذا الموقف وتستطيع أن تستخرج أيضا أشياء أخرى تدل على صفات تميزة بهذا الصبي كيف كانت نظرة الخليفة للصبي؟ نظرته أنه نظر واضح جدا هو ما أخبره لكن قال نظر إلى صبي صغير السن وقد أراد أن يتكلم فقال ليتكلم من هو أسان منك يفهم من هذا الكلام أنه نظر إليه لأنه صبي قليل الخبرة قليل التجربة هذه الأشياء ليست مذكورة صراحة في النص أنت تستنبطها أي تستخرجها وكيف أصبحت بعد سماعه كلامه؟ أي كيف أصبحت نظرة عمر بن عبد العزيز للصبي بعد سماع هذا الكلام؟ هنا لم يذكر لنا لكن ما ذكر لنا إلا كلمة واحدة صدقت إذن هذه تدل على إعجابه به ولذلك تستطيع أن تفهم من هذا الكلام هذا الكلام يوعي لك بأنه قد أعجب بهذا الصبي الصغير ماذا تستنتج من هذه القصة؟ تستطيع أن تستنتج أشياء كثيرة وهذا مهم جدا هذا ذكرنا أنه دائما يسأل عنه الطلاب أي ما العبر المستفادة؟ ماذا نستفيد؟ فتستطيع أن تذكر لك خمس سبعة أشياء كل هذه الأشياء تدل على أشياء استنتجتها من هذه القصة أنت تقرأ وتطلع وتفهم وتستطيع أن تستخرج أما المستوى الفهم النقدي ما رأيك في كلام الصبي؟ أنت قرأت النص فما رأيك أنت؟ هل كلام الصبي بهذه الطريقة؟ هل هو كلام صحيح؟ أم غير صحيح؟ وكما قلنا رأيك في مستوى الفهم النقدي لا يوجد عندنا إجابة خاطئة أو إجابة صحيحة لكن عندنا غالبا إجابة قريبة أو إجابة بعيدة هنا أيضا سؤال آخر هل كلامه صحيح دائما؟ يعني إذا كان كلام الصبي الذي ذكره أنه قال إنما المر بيصغري فإن منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام هل هذا الكلام دائما صحيح أم لا؟ أيضا تستطيع أن تبدي رأيك من خلال النص كذلك ما رأيك في موقف المجموعة القوم الذين قدموا الصبي ما رأيك أنت؟ لك رأي تأمل أنظر هل أم أجادوا؟ أم أساءوا؟ أم أحسنوا؟ تستطيع أن تحكم أنت؟ ما الذي يحتاجه الشاب اليوم ليكون في مستوى ذلك الصبي أو أفضل منه؟ لاحظ أن هذا السؤال هو سؤال على المستوى الإبداعي أنت هنا إذا استطعت أن تجيب تقترح واقتراحك هنا هو بناء على هذه القصة فوظفت هذه القصة في قضايا أخرى فكأنك استطعت أن تخرج بمفتاح فتنشئ به فكرة جديدة لكنها هي مبنية على هذا النص لكن بنيتها عليه بعد أن استطعت أن تفهم هذا النص تفهمه حرفيا كذلك أن تحل له وتصل إلى معانيه ثم تنقد كما نقدناه هنا ثم بعد ذلك استطعت أن تستخرج لنا فكرة مبدعة فكرة إبداعية فهذا هو مستوى الفهم الإبداعي وهكذا يسأل عنها وهكذا تستطيع أن تضع أسئلة لتحدد مستواك في الفهم سواء كان الحرفي أو التحليلي أو النقدي أو حتى الإبداعي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد